إذا كنت شخص يتعثر كثير أو يفقد التوازن فلك حل من باحثون في اليابان هو عبارة عن ذيل روبوتي هلا تقدرون تشوفوا على الشاشة هاي الفكرة تجي من فارس البحر السيهورز فإذا أنت يعني تتعثر كثير أو عندك التوازن تلبس الذيل على الخصر هو الذيل روبوتي وفيه أربع أضلات وفيه سنسرز ويساعدك للتوازن شو رأيك؟ هذا شي طبي يعني هذا شي طبي والباحثون في اليابان يعني يطلعوا على حيوانات عديدة اللي عندهم ذيل وشافوا أنه كيف يساعدهم في التوازن وآخر شي آخر الدزاين هو عن فارس البحر السيهورز أخذوا الدزاين من السيهورز وعم يتباحثوا فيه وهلأ مطلع نصر لونج بس شو رأيك فيه؟ أوضر راح ستمشي بالشارع كذا بذيل مرة يعني أوضر بس فيه من أعكيد فيه ناس بتسويها هو صح هو طبي بس مضحك واللي محتاج بعد ممكن فيه ناس محتاجين إذا شافوا أن هذا حلهم ممكن من يستخدمونه عادي في أي مكان يعني يعني يمكن بعد خمسة سنين عم نتمشي بالبوليفارد في دوبي أو في تايم سكوير ونيويورك وعادي فيه كون ناس عندهم ذيل عادي تصيرها بعضي حتى اللي محتاج يعني ممكن يستخدمونه يمكن ستايل أتشايف بلاك مرر على ناتفلكس؟ لا هناك برنامج بلاك مرر على ناتفلكس وهو يعني هو مش حقيقي هو أنه قصص أنه كيف التكنولوجي بعد عشر سنين تأثر على حياة الناس فبحث أنه هاي الحلقات من بلاك مرر شوية شوية رح تتحقق بال... أنه يستوحون منها ويستنبطون منها أفكار يعني هاي الأشياء كنا نشوفها بالأفلام أنه شخص عنده آلات إيد روبوتك وإجر وذيل وهلأ رح تتحقق هي الأفكار موجودة هي الأفكار موجودة وانسنها أن أعلنت عنها فما عناتف تتطبق يعني هذا هو فنتحب نعرف آراءكم في هذه القصة فكتبو لنا على الكومنت ونشوف هل أنتم تلبسون ذيل روبوتك أم لا؟ أنا خصوصا لا ممكن في المصاح في ناس ترفض وفي ناس ترفض بعدين بما تشوف العالم بتتطبق هذا الشي يعني بنشوف الله كريم شتائل وهب